ازمة حقيقية تضرب المصالحة الفلسطينية الداخلية حركة فتح اعلنت في مقابلة خاصة رفضها عقد اي لقاء مع حركة حماس لبحث ملف المصالحة طالما وان الاخيرة مستمرة في الاعتقالات السياسية وتعليق عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة نحن قلنا بانه اذا لم تفتح لجنة الانتخابات المركزية ابوابها في قطاع غزة وتعمل بحرية وفق القانون فانه لا دعي لأي لقاءات بالامس اعتقلت المتحدث بين حركة فتح فايز ابو عيطة وتدعي بانه لا يوجد اعتقالات سياسية في قطاع غزة كما هو حال عشرات المعتقلين الاخرين وردا على ما سبق اكدت حركة حماس ان جهود المصالحة الفلسطينية تتحمل مسئوليته حركة فتح متهمتنا الرئيس الفلسطينية محمود عباس بعدم تنفيذ الاتفاقات السابقة واستمرار قمع الحريات العامة في الضفة الغربية الاتقالات السياسية في الضفة تفوق غزة بألف مرة الرئيس محمود عباس في تصريحاته خالف ما تم الاتفاق لأن الاتفاق يتم يتحدث عن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية عملها في غزة بالتزامن يتم تشكيل حكومة الحكومة برئيس محمود عباس لكن للأسف اشتغلت اللجنة الانتخابات لمدة أربعة سابيع دون أن تشكل حكومة المراقبون السياسيون الفلسطينيون يحملون كل من فتح وحماس المسئولية الكاملة عن الازمة الحالية مراهنة على الرئيس الأمريكي القادم خاصة إذا نجح أوباما في فترة رئاسية ثانية وحماس تراهن على الرئيس المصري وأنه يمكن أن يعطيها ما لم تأخذه في فترة الرئيس السابق حسن مبارك وتشير معظم استطلاعات الرأي الفلسطينية الآخرة أن أكثر من 80% من الفلسطينيين يعتبرون أن الانتخابات الفلسطينية في تشرين الأول المقبل في حال حدوثها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الداخلية الفلسطينية اللامصالحة هو ما يمكن إطلاقه على المصالحة التي باتت سجينة المصالح الفئوية الداخلية والمتغيرات في عدد من دول الجوار ويبدو أنها لن تخرج من سجنها في المنظور القريب إذا الحبش من مدينة رامالله تلفزيون وطن